السلام عليكم ورحمة الله متابعينا متابعي قناة التعم مدرسي كنتمنى تكون هاد الايام دي الرمضان دست عندكم بخير وعلى خير اذا عدنا كذلك وحد نموذج من نموذج دي الامتحان موحد الاقليمي دي السنة الساديسة هذا نموذج دي الدورة يونيو 2021 دائما مع نفس الموقع وموقع المناهج حط هاد النموذج هادو باش ندربوا عليهم ان شاء الله استعداد هذا الامتحان الموحد البي دي اف غتلقوا في اسفل الفيديو ولا صفحة الفيسبوك قناة الدعم مدرسي اللي بغاه كذلك على شكل صور وعلى شكل بي دي اف وان شاء الله غتلقوا الرابط كذلك دي الجميع النموذج اللي سبقنا ودرنا تمام نقرأوا الوضعية الامتحان كيكون فيه وضعية اللي على اساسها كيكونوا كيطرحوا مجموعة من الاسئلة اذا حطيت لكم هاداك الاطار المرجعي اللي كان لان التربية اسلامية متبدلت شتبدلت شحالها لي يبقى نفس الاطار المرجعي غنخلي لكم الرابط ديالو كذلك في اسفل الفيديو اذا رافقت صديقك الى المسجد في شهر رمضان لأداء صلاة العشاء قبل الصلاة تحدث الامام عن ماراتب الدين وخصصه هناك شيء كلمة ناقصة عن تحلي بفضيلة الصبر حيث ركز على مفهوم الصيام وشروطه وبعدها صليتم العشاء جماعة فقرأ الإيمان جزءا من صورة القلم في الركعة الأولى وجزءا آخر في الركعة الثانية انطلاقا من الوضعية أعلى ومما درسته وخلال حصص مادة التربية اسلامية أجب على الأسئلة التالية اكتب من قوله تعالى فلا تطع المكذبين إذن هنا عنا الجزء دي الأعود لها من الشيطان الرجيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتدناثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مار وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين سنسموه على الخرطم عاطينكم حتى سنسموه على الخرطم صدق الله العظيم هذا هو الجزء إذن ستكون حافظ القرآن بجدي النقاط رياله ما تضيعش النقاط إذن صل بخط بين عفوا بين الكلمة ومعناها إذن سأعطوك الشرح للكلمات سأعطوك بعض القواعد الجويدية إما تحددها إما تصيل بخط كما في هذا المثال هذا حلاف مهين إما يعطوك اختيارات هنا تصل بخط أو يعطوك أن تتعرف أنا نعطيكم من المالي جيل المتحانات لدازه إن شاء الله وتشوفهم كيف كانوا يتحطوا حلاف مهين يعني كثير الحلف دليل كان يحلف بزاف سنسموه على الخرطم يعني الخرطم يعني الأنف سنجعله له علامة على أنفي إذن سل بخط كل عبارة بالحكم الجويدي المناسب عندي مشائن وعندي إذا تتلى إذن هنا أهض النقطة هذه راها رمز دي الإيمالة الإيمالة يعني ديك الفتحة كاردها بالفتحة والكسرة إذن وحد القراءة كتجيبين ما هي فتحة ما هي كسرة إذن مشائن هنا عندنا المد المتصل هو من يكون عندي وحد حرف المد وتابعوه هنا عندنا بسببي الهمزة ها هي الحرف المد ها هي تابعة همزة في نفس الكلمة إذن هذا كيتسمى المد المتصل من يكون حرف المد والهمزة في كلمتان كل كلمة بوحدها كيتسمى المد المنفصل إذن هنشوف السؤال المواليد دع خطان تحت الشخص المقصود بقوله سنسمه على الخرطم هو الوليد ابن المغير وليس أبا لهب إذن الوليد ابن المغير هو اللي نزل الله حقه هاد الآيات هاد لندزل الصفحة الأخرى انطلاقا مما جاء في حديث الإمام أجيب عني الأسئلة تالية أذكر مراتب الدين إذن مراتب الدين هو الإسلام سن يسلم من لي كيتمكن منه الإسلام إذن تقولي مؤمن الإيمان ثم الإحسان هذا هو أعلى المراتب في الدين أن تعبد الله كأنك ترى إذن عرف الصيام خسك تحفظ تريب ديال الصيام والشروط دياله أي حاجة عند علاقة بالصيام قريتيها خسك تكون حافظة إذن الصوم شرعان إذن الصوم شرعان هو ماذا؟ هو الإمساك عن شهوتين البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذن الإمساك عن شهوتين البطن والفرج إذن الإمساك عن شهوتين البطن من طلوع الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله خسي يكون النية إذن هاتش اللي كان سابعا ذكر الإمام في حديثه هؤلاء صفة من أعظم صفات الصفات التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي قابل بها أذى كفار قريش ما هي؟ إذن التحلي هنا مضكور التحلي بفضيلة الصبر إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صبورا أثناء دعوته للكفار إذن هذه الفضيلة هي فضيلة الصبر إذن الفضيلة هي فضيلة الصبر إذن الوضعية الثانية حدثك أبوك على مائدة الإفطار عن مشاهدة احتراق متجر بالسوق كان صاحبه لا يرحم المساكين هذه الوضعية يسبق أنه شفناها في أحد الفرود ولا يؤدي الزكاة فتذكر قصة مشابهة مذكورة في القرآن الكريم ما هي القصة التي تذكرتها عند سماعك لما رواها أبوك طب الحال كنتذكر قصة أصحاب الجنة إذن هي قصة أصحاب الجنة اللي بغوا يمنعوا المساكين من الحق ديالهم قصة أصحاب الجنة ما هي الكريمة التي تتحدث عنهم إذن هي اللي في أعجم الشطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسترمونها مصبحين ولا يستثنون إذن هذه هي الآية اللي اذكر فيها الله أصحاب الجنة ما هي النصيحة التي تنصح بها صاحب المتجر إذن أنصحه أنصحه بأن يؤدي الزكاة ويرعى حق المساكين إذن ليبارك الله له في الرزق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدق يعني مليك التصدق أنا لا ينقصوش لك الفلوس ليالك إذن هذه النهاية لها النموذج هذا إن شاء الله نطلقه مع نماذج أخرى من نماذج امتحانات الموحدة الإقليمية لمستوى السادس بالتوفيق وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر